لو انتي بتستخدني لوريال ريفيتاليفت ريتينول سيرم لراش بوزي بي ثري ريتينول سيرم فيشي ريتينول بي ثري سيرم وبتدوري على بديل خارج قائمة المقاطعة فالفيديو ده اكيد هيكون مفيد لكي ومش بس كده احنا في الفيديو ده هنتكلم على الريتينول بصفة عامة لأي حد عايز يبدأ وعشان يبدأ صح زي ما احنا منتفقيل في سلسلة المقاطعة احنا بنرفض دعم اي شركة بتمول الكيان الصهيوني فبالتالي منقول بداية الامنة ومفيدة نقدر نستخدمها الفترة الجاية ومتدرش اخواتنا في اي حتة فعشان ما طويلش عليكم انا دكتور نازي عمليلي سبسكرايب ويلا بينا نبدأ لما بييجي ذكر اسم مادة الريتينول كلنا بيجي في بالنا محاربة علامات تقدم العمر والبشرة الخالية من العيوب وهي بتعتبر اكتر مادة معروف عنها انها بتساعد البشرة الناطفة النظرة سنها صغير وده بترق كتير هنستعرضها مع بعض اول حاجة الريتينول بيساعد في تحسين ملمس البشرة عن طريق تبديل الخلايا الميتة بخلايا تانية جديدة تاني حاجة بيساعد في توحيد اي بوع او تصبغات جلدية عن طريق التقشير تانت حاجة تنظيم افراز الدهون وتقليل حب الشباب واكيد المسام الوسعة رابع حاجة ان هو بيساعد على انتاج الكولاجين داخليا وتقليل تكسيره فده بيساعد على تقليل علامات الوجه التعبيرية في المجمل خامس حاجة بيقلل زيادة افراز الميلانين وهي المادة المسؤولة عن الصبغة الجلدية فبالتالي بيمنع ظهور البقعة الصبغية بسبب علامات تقدم العمر وعشان كده بنقول ان الريتينول ليه فوائد السحر على مستويين الاول في علامات التقدم العمر وسانيا في علامات اصلاح البشرة فبالتالي بنقدر نستخدمه خصوصا لو احنا سنينا صغير يعني من الاول عشرين سنة الريتينول بيكون مناسب للاستخدام وعشان كده بنقول ان البشرة المعرضة للحبوب ممكن تستخدمه عادي اهم حاجة الحبوب ما تكونش ملتهبة وبعد ما استعرضنا اهم فوائد الريتينول خلينا نشوف مع بعض البديل اللي هنتكلم عنه النهاردة وده سيرم الريتينول الخاص بشركة سامباي مي الكورية اللي معروفة بمنتجاتها اللي فعلا فعالة ومن اسمه يباني ان المنتج مش مناسب للبشرة الحساسة ولكن في الحقيقة هو مناسب جدا بفضل التركيبة السلسية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل ومش بس كده هو بيساعد على معالجة خشونة سطح الجلد ومرونة واكيد التجعيد ومش بيسبب اي حساسية ونتيجه بتبان من اول اسبوعين اما بقى عن طريقة استخدامه في اول اسبوع لاسبوعين بنستخدمه مرة واحدة بس يوميا او مرة كل يومين وطبعا ده بكمية صغيرة اما بعد اما جلدنا يتعود عليه في الاسبوع الثالث بنزود الكمية وبنزود عدد المرات كمان بس الاول لازم نكون متأكدين ان ما فيش اي نوع من انواع الحساسية حصلت على بشرتنا بعد ما نعمل الباتشتست واهم اربع مظاهر بيبانه خلال اول اسبوعين استخدام هو تحسين في مظهر تجعيد العين وكمان في مرونة الجلد وتحسين شكل المسام واكيد اكيد ملمس البشر وتعالوا مبص مع بعض على التركيبة في الويب سايت بتاع الشركة اللي طبعا هتفجأكو زي ما فجأتني بالزبط من اهم المواد الفعالة اللي محتوطة في اول التركيبة هي مادة النياسينامايد وطبعا احنا عارفين اهمية النياسينامايد بالنسبة لاي حد اصحاب بشرة دونية او مختلطة او حتى جفة لانها بتوحد اللون وبتساعد على ان ما يكونش فيه اي التهابات بتحصل في البشرة وكمان بتحافظ على حجز البشرة من الحاجات اللي بهاريتني بصراحة انها موجودة في التركيبة هي خلاصة السنتيلا اثياتيكا اللي موجودة في كريمات السيكا اللي كلنا بنستخدمها كمضاد للالتهاب وللاجزيمة وبتمنع ان حجز البشرة يحصل له اي ضرر وفعلا هي من احسن الحاجات اللي ممكن نستخدمها على بشرتنا لو في حروق والتركيبة بتعتمد بشكل كبير على مادة اسمها البوكوتشيول والمادة دي عبارة عن بلانت درايفد ريتينول يعني ريتينول من اصل نباتي وليها فعالية زي ريتينول بالزبط ولكن بسيفتي اعلى يعني ما بتعملش تهاف البشرة وينفع اي حد يستخدمها فده اللي مخلي التركيبة مميزة وبره بيعتبروه الريتينول الامن اما باع عن الريتينول اللي فعلا موجود فهو بتركيز O.1 وزي ما احنا عارفين واتكلمنا عن فوائده وده يعتبر تركيز مناسب لو حد بشرته حساسة والضلع التالت في التركيبة هي مادة الريتينال اللي بتدي انترميديت افاكت او افاكت مدوسط عشان اصحاب البشرة حساسة ما يحصل لهمش اي ضرر من استخدام مادة الريتينول خلينا نقول ان السيرم وده من اكتر الحاجات اللي بتحفز انتاج الكولاجين عشان شكل البشرة يبان اصغر وطبعا احنا بنستخدمها كانتي ايجينج ساعات لوحده في سيرم منفصل نسبة العطور فيه قليلة قوي وامنة وطبعا هو الكوهول فريد فخلينا نبص على اهم الاستخداميته هو يعتبر مضاد للحبوب عشان في مادة النياسينامايد مضاد للأكسادة عشان فيه سنتالة اثياتيكا معاها الريزفيراترول وماوت كتير ثانية حاجة انه ياسينامايد بيحافز على حجز البشرة بيساعد على توحيد لون البشرة وكمان اشرقها بيساعد على ترطيب البشرة وانتوا اكيد بتسمعوا التركيبة سألتوا نفسكم ايه الفرق ما بين الريتينول والريتينال وليه بنستخدمهم الاتنين مع بعض خلينا نقول ان الريتينول مش مادة فعالة نشطة والمادة الفعالة النشطة اللي جلدنا بيستفاد منها وفقا للدراسات هي الريتينوك أسد فبالتالي احنا بنحتاج الريتينول يتحول الى ريتينوك أسد فعشان الترتيب يكون مصبوط واحنا عارفين ازاي التركيبة بتحصل خلينا نقول ان الريتينول يتحول لريتينال وبعدين ريتينوك أسد فبالتالي بشرتنا لما بتمر بالمراحل ديت ما بيحصلش فيها حساسية زيادة وخلينا نقول اهم الاحتياطات اللي بشرتنا محتاجاها عشان نستخدم الريتينول بامان أول حاجة ان احنا بنستخدمه بتركيز قليل وعشان كده بقول لكم السيرام ده والتركيزات اللطيفة ومفوش المادة الفعالة النشطة تاني حاجة احنا بندخله ببطء في الروتين زي ما انا شرحت لكم في استخدام السيرام مرة كل يومين ده أول أسبوعين وبعدين بنبدأ نزاود الكمية والانترفل أو عدد المرات تالت حاجة مهمة جدا في استخدام الريتينول ان احنا بنستخدمه بالليل وطبعا ما نفاشل نستخدمه الصبح خالص وبنستخدمه على بشرة جفة وبعدها مرطب يعني الترتيب بتاعنا الريتينول بشرة جفة مرطب والأهم طبعا ان احنا بننساش استخدام السنبلوكتين يوم الصبح عشان نحافظ على بشرة وللمتابعين في مصر بالذات دايما بتسألوني نجيب المنتجات الكورية منين تكون مضمونة ومش مضروبة هحطلكو في أول كومنت لينك البيج على الانستجرام انا بتعامل معيها ناس محترمة جدا والبيج بتاعيتهم كويسة قوي وكمان أسعارهم هيلة فبالتالي تقدروا تشتريوا السيرم اللي احنا لسه متكلمين عليه فيها وغير كده كمان هيكون فيه منتجات روسية وكورية وحياة كتير هنتكلم عنها الفترة الجاية وهتلوني دايما بحطلكو اللينك بتاعت الحاجات دي تقدروا تشتروها منين عشان كله يستفاد فعلا زي ما احنا بنشرح في الحلقات ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير لان الفترة الجاية انا فعلا عايز اعمل سلسلة كاملة لبدال المقاطعة عشان ما نبقش محصورين في منتج او اتنين واخذين المادة الفعالة اكسلوسيف يعني كل الناس بتفكر في The Ordinary ودلوقتي وانا بقولكو انه هو من المقاطعة فبالتالي هبدأ اقولكو بداية لنقدر نستخدمها الفترة الجاية مصرية كورية روسية او وتفر المنشأ بتاعها المهم انه هو يكون ما بيدعمش الكيان السهيوني فما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير وهحطلكو دلوقتي لينك اهم الحلقات اللي اتكلمت فيها عن الرسينول اكيد هتفتكو بشكل اعمق واكبر عمتا لانها نصايح في المجمل عن الرسينول مش على منتج مخصوص واشوفكو في الحلقة الجاي